السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بحاتي والنهاردة ان شاء الله هنعصج مع بعض الفراخ بطريقة سهلة وطعمها جميل جدا وتبقى جهزة عندك في الفريزر ممكن تعملي بيها حاجات كتيرة جدا ممكن تعملي بيها جلاش، سنبوسك، رؤاء، فطاير تحشي بيها فطاير تعملي بيها طاج المكارونة بصي هتنفعك في حاجات كتيرة جدا عشان كده حاولي تعمليها وتخليها عندك في الفريزر هتوفر لك وقت ومجهود كبير جدا تعالي بقى نشوفها نعملها ازاي وطريقتها ايه؟ عندنا كيلو من صدور الفراخ اللي متقطعه صغير طبعا بعد ما غسلناها كويس وصفناها كويس جدا نص كيلو من البصل اللي متقطعه شرايح فلفل الوان من كل لون واحدة متقطعه شرايح رفيعة وصغيرة كمان عندنا التوابل بقى زعتر ارفة ملح وفلفل ورشة بسيطة من السكر في صانية عناره حط فيها معلقتين سمنة وشوية زيت صغيرين جدا ولما يسخنه خالص هنزل بقطع الفراخ بالشكل ده حاولي ما تقلبيش غير لما تلاقيها ابتدت تاخد لون من تحت تقلبي النحية التانية علشان ما تنزلش ميتها وتبقى بالشكل ده تمام؟ ولما تلاقيها بقى بدأت تدخل في السوى دي في شرايح البصل اللي احنا اتفقنا كل كيلو فراخ هياخد نص كيلو من البصل وانتبل بقى بملح وفلفل رشة بسيطة من السكر ورشة بسيطة من القرفة السكر بيدي طعم جميل جدا هو مش كتير بس بيدي طعم حلو وكمان بيساعد على سوى الفراخ ما تقلقيش خالص وحطيه وما تخفيش معلقة صغيرة كمان من الزعتر الزعتر مع الفراخ بيدي طعم حلوة قوي وريحة حلوة جدا جدا عايز اقول لك الريحة طلعة في منتهي الجمال اللي بيبقى كويس كله مع بعضه لغاية ما البصل يدبل ونضيفي اخر حاجة الفلفل للالوان وهنقلب على النار بس مش كتير هنقلب تقلبتين علشان عايزين الفلفل يحتفز بلونه وشكله مش عايزينه يتهري تمام بقى زي الفل خلاص هندفي النار ونسيب اللق الفراخ تبرد اللونها حلوة قوي وطعمها بجد في منتهي الجمال هنسيبها تبرد خالص وبعد ما تبرد هنجيب اكياس التلاجة ونحط في كل كيس الكمية اللي بتستخدميها في كل اكلة وتشيليهم في الفريزر هتحتاجي في اي وقت تعملي اي اكلة خفيفة وسريعة مش هتاخد منك وقت خالص ولا مجهود اتمنى يكون الفيديو عجبك لو عجبك لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدر تشوفي كل الفيديوهات بكل سهولة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة